بين فكي كماشة أو قل كماشات هي حكومة عاد العبد المهدي يضيق عليها الخناق فتميد بها الأرض وتهتز معها عملية سياسية لم تعرف الاستقرار يوما بل وقفت على أقدام تقاسم نفوذ انتهى وعلى سطوة مسلحة توشك أن تلتهم الجميع نحو العام وحكومة عاد العبد المهدي ما تلبث أن تخرج من أزمة حتى تسقط بأخرى في محيط خارجي مستقطب لمحاور وداخل يغلي من سوء الحال وشركاء غاضبين لم ينالوا حصة من كعكة الحكومة فبات عبد المهدي في وضع لا يحسد عليه قد يودي به في أي لحظة مع اجتداد الصراع السياسي على المناصب ومن ذلك ما كشفته مصادر صحفية عن حراك واسع لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم لتشكيل جبهة معارضة واسعة داخل البرلمان تضم القوى التي لم تشترك في الحكومة لا سيما في تحالف الإصلاح للوصول إلى مئة مقعد في البرلمان ركن المعارضة الآخر كان ائتلاف النصر بزعامة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي الطامح للعودة إلى السلطة فقد كشفت تسريبات بأن الرجل اشترط على الحكيم الحصول على تأييد شفهي منه لدعم عودته إلى السلطة بعد إزاحة عادل عبد المهدي بحجة فشله في إدارة أزمات البلاد هدف المعارضة بحسب الداعين إليها مراقبة الأداء الحكومي للإطاحة بالحكومة لكن بالنظر إلى المشهد السياسي الراهن وغياب أي معارضة سياسية في العراق الجديد فإن صراعا محموما على السلطة ينتظر البلاد وقد يكون مفتوحا على عدة سيناريوهات النائب عن تحالف الفتح محمد الدراجي قال إن الأوضاع في العراق قد وصلت إلى نهايتها ولا توجد ملامح للدولة أو النظام واستنادا لتلك الحقيقة فإن الوضع بحسب الدراجي مقبل على تغيير لا محالة وقد يحتمل ثلاثة سيناريوهات يكون أحدها انقلابا عسكريا أو تغييرا خارجيا أو ثورة شعبية وبصرف النظر عن الخيارين الأول والثاني فإن الرهان على دور الشعب بالتغيير قد يكون الأقرب للصواب خصوصا على شعب العراق الذي يمرض ولا يموت